أخياء اليوم العالمي للأسرة المصادف للخامس عشر ماي من كل سنة يتزامن في الجزائر مع الجدل السياسي والاجتماعي الذي ما يزال يثيره نص قانون العقوبات والتعديلات المرتقبة في قانون الأسرة ومشروع حماية الطفل مستجدات تعيد إلى الوجهة النقاش بشأن واقع الأسرة الجزائرية لطالما شكلت قضايا الأسرة خطوطاً حمراء واعتبر مجرد طرحها للنقاش إشعال لفتيل الفتنة بين مكونات المجتمع بدءاً بقانون الأسرة الذي تم تأجيله لمرات عدة منذ مجيء الرئيس بوتفليق للحكمة وقانون العقوبات الذي ما يزال مجمداً على مستوى مجلس الأمة وقانون الطفل الذي استغرق إعداده تسع سنوات وأخيراً مشروع المخطط الوطني لمرافقة المراهقين الجاري التحذير له العنف الأسري والمدرسي والتزايد المستمر لحالات الطلاق الذي قارب خمسين ألف حالة سنوياً وتساع ظاهرة الخلع الذي بلغ حدود العشرين ألف حالة سنوياً وتفشي ظاهرة الأطفال غير الشرعيين المقدرين رسمياً باثنتين عشر ألف حالة وظاهرة التسول الأسري كلها ظواهر جعلت من التفكير في كيفية تكييف التشريعات مع حجم التحولات في المجتمع أمراً حتمياً وإن كان شعار الأمم المتحدة في اليوم العالمي للأسرة لهذه السنة هو إشكالية إعالة الأسرة مالياً والتي لم تعد حكراً على الرجل فإن هذا الشعار ولد معادلة صعبة بالجزائري بين حتمية خروج المرأة للعمل لمساعدة شريكها الرجلي في تحمل أعباء الأسرة وفي ظل تراجع القدرة الشرائية للجزائريين وبين مسؤولية تربية الأشيال التي تقع على عاتقها ورغم السياسات المطبقة من قبل السلطات وتخصيص وزارة مستقلة بالأسرة والمرأة وأخرى تتكفل بالتضامن الوطني ورغم المبالغ المالية التي رصدتها الدولة في الشق المتعلق بالنفقة الاجتماعية إلا أنها لم تفلح في الحد من ظاهرة التفكك الأسري الذي يعكسه انتشار بيوت المسنين والعجزة وأصحاب الحاجات الخاصة وعمالة الأطفال واكتصاح العائلات المتشردة للشوارع الجزائرية اشتركوا في القناة